مرحبا بكم 37 دقيقة أهلا وسهلا ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا مرحبا بالناس اللي تحقوا بنا في الاستماع على موجات راديو ميد في برايم تايم نلتلقوا في متابعتنا للأخبار والمستجدات اليوم 27 جان في 2022 منذ يومين تقريبا وعدد من النواب أكدوا أنهم وصلتهم إرساليات قصيرة من رئيس مجلس النواب المجمد رشد الغنوشي فدعوة إلى العقد جلسة عامة لنواب البرلمان اليومة الجلسة هذه تكون عن بعد احتفالا بالدستورة ذي البرح لأكدوا مساعد رئيس مجلس النواب المجمد المكلف بالأعلام بالاتصال ماهر رمذيو بيأكد في تدوينه على صفحته رسمية بموقع تواصل اجتماعي فيسبوك على أنه تم جلسة اليومة تتعقد لنواب البرلمان وقال أن الجلسة هذه تكون لحداش متع الصباح باش تخصص الاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور وأشار في بداية التدوينة إلى كون رئيس البرلمان المجمد مهامه راشد الغنوشي سيشرف على هذه الجلسة وأكد أنه رابط سيصل أنواب المعنيين بالمشاركة في الجلسة المقررة سيكون متاحا لكل وسائل الأعلام التي تريد التغطية وسيكون منقولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا سيتابعه عن بعد الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا في وقت أعلن فيه وأكد فيه بعض النواب أنه مغير معنيين بهذه الجلسة ورفضين بطبيعة الحضور والمشاركة فيها نلقى زادا كيف كيف اليوم حديث الجرائد حول دستور 2014 حول اليوم وخاصة أنه هناك نداءات اليوم بضرورة إلغاء العمل بهذا الدستور من خلال الاستئناس بأراء أستيدة القانون الدستور اليوم مثلا في جريدة الصباح كتبة مقالها اليوم بين ما زاد الدعوات لإنهائه والاحتفال به هل ما زال الدستور 2014 صالحا أيضا اليوم زادا كيف كيف الاستئناس بالمؤرخ الدكتور عبدالجليل التميمي في جريدة الصباح يقول في ذكر المصادقة على الدستور هذه الوثيقة يجب أن تقبر والتأسيس سيبقى وصمة في تاريخ تونس أيضا جريدة الشروق حكاية اليوم الاستشارة مقدمة لإلغاءه الدستور في موت السريري وكما قلنا استأنست ببعض الأراء عبدالرزاق المختار يقول المرور بقوة لا يحل الأزمة الدستورية أستاذ القانون الدستوري ربح الخرايفي في مشكلة الدستورية تعلق بالنظام السياسي وسوء تنسيق أحكامه في المقابل كان قيس سعيد أكد على أنه دستور 2014 في تصريحات سابقة لم يعد صالح والجملة الشهيرة لقولها رئيس الجمهورية الدستور أكله الحمار هو الحقيقة اليوم ذكرى أكيد جدا في سبعة عشرين جافعي 2014 تم إقرار هذا الدستور وأكيد جدا وقتها فوتاوها ميتين من ميتين وسبعتاش نائب تقريبا ميتين وميتين واثنين من ميتين وسبعتاش نائب وكانت فرحة شاملة والناس الحق توسموا في الدستور الخير أما ما كتعرف ديما سمى عبد مثال واحد يخو واحدة ولا واحدة تأخذ واحد يقول عرقوب الخير وبعد تطلع جرى حرفة خاطر الناس كيعرسوا تلقاهم يتبسموا يضحكوا ويوزعوا الشربات ويعملوا جو لأنه ديما يتوسموا الخير هذيك هي القاعدة هذيك كيف يبدأ في عبد يتبدأ قلنا عرص دستوري في البداية لكن فيما بعد تبينوا أنه هذا الدستور أصبح أصل المشكلة وأم الهزائم السياسية في تونس دستور مانيال هو وضع الحالي الدستور لهم علق لهم طلق لأنه لم يتم إلغاؤه ولكن تم تجميد بعض فصوله من قبل رئيس الجمهورية وهذا ما قالوا نهار 25 جويل يعمل أبقى على التوتقى والفصول المتعلقة للحرية وغيروا حسب ما يقول رئيس الجمهورية لكن حتى هذا كيقال رئيس الجمهورية شفنا كذلك حتى اعتداء على الحريات وتلك الفصول سارية المفعول يعني المثالة وأنه هذا الدستور هو صيغة على الأحذاب الطاغية آنذاك وصيغة هيئات الدستورية وهيئات الدولة اللي تنتكز على الدستور من هذك والبعض منها تعمل وكان أداءه سلبي جداً والبعض منها تعمل وأداءه نص نص والبعض ما تعملش مثال اللي ما تعملش هما الهيئات الدستورية الخمسة ما تعملش منها كين واحدة اللي هي هالأي مستقلة للانتخابات واللي أداءها فيه وعليهم وهيئة مثال كما المحكمة الدستورية ما تعملش علش على خطر الدستور فيه في خارق حزبية هو شوف اللي جاي يحكم من عاما فين وحداش أشقال قال أنا بشتوقه أدوحكم ديما وهذاك كجيس حمد يجبالي قال إنها لحظة تاريخية ربانية وهذي خلافة رجدة السابعة بالحق هو حمد يجبالي اللي فيه باي وأنه يقول يزمي يقوله ما يزمي له الغير قال بش نعمل نزام خلافة وظنوا أنه الخلافة ليسو مزوقي قال بش نقعده عشرين ثلاثين سنين نحكمه الندي والنهضة في الوثاق اللي عملوها عاما فين وستاش ومبعد فين وسبعتاش بعد انتخابات كالسوه قالوا بش نقعده ونحكمه هكيكا يوسف الشيح جاي قال وجمعته هذا كينيدي عصره كما شكول لا قال أنا كينيدي ماندلا وابش نهزلوا انتخابات بمية وتسعة إخي جيب ستة في المية ولا سبعة في المية وجيب بعض النوة يعني هي نوع من الكانيباليزم بوليتيك معناها نوع من أكل لحم البشر السياسيين اللي جاي وقالوا بولغيبة وبن عليم شو مين وحنا ضدهم أما بش نعمل هاو بش ناكلوا القوة متاع انظمة بولغيبة وبن عليم ونلدوها كونسنتري بش احنا بخوتهم هم نعاودوا نبنيو حاجة جديدة على اساسورو أمتانا وبالتالي الدستور أصبحها أم المشاكل تقول لي احنا هنا عايشين بلاش دستورية ما حياتنا السياسية مش حيات مزينا دونك الشعوب عادة تستندوا إلى دستير والدستير فيها سياغة عديدة أما في العالم اليوم خلينا نقول ثم تجارب دستورية أفضلها التجربة الدستورية الإنجليزية من عام 1258 معناها الماقنا كالتا و1679 الابياس كوربوس وهو دستور غير مكتوب والدستور الأمريكي متاع 1887 هم أفضل دستير العالم اليوم اللي فيه لزام الضمان وما يتمسش حاجات حولية تغيره وأتعسوها هي الدستور الفرنساوي بالأكزامبل من عام 1292 و1958 عملوا معناها قداشة من الدستور والدستور مثال الجمهوري الابعة بين 47 و 58 و 21 حكومة ويسمعوا على الربو بليك ديكليف هذا الأحدى معناها تغيره في علوم السياسي وحطوا الربو بليك ديكليف بفرنساوي وحطوا أير مجزكول يعفوا لو عكيو على جمهوري رابعة الفرنساوية اللي سارت تنعم وتسر محسو مبارو برمين لفتسر مية وثمانة و خمسين واللي جابت واحد وعشرين أزمة وزارية وعشرين حكومة في حداشين أسنان أحدى هاي سيدي خوض من عام 2011 منذ الدستور الصغير اللي عملنا خطو الدستور الصغير عملناها بش عملنا المساة التأسيسي والليقول سارت بزين تميمي هو وصمة عار في تاريخ تونس المساة التأسيسي عملنا الدستور الصغير هو يعني التنظيم المؤقد للصولات العمومية حتى للدستور هذي قد اشرفنا من حكم عرفنا 14 حكم وتسعى رواسي وزارات ورواسي وزارات يعني هل معقول في تونس وعملنا 430 وزير استعملنا بحكم بالقلاة نجلة بودن في 11 سنة في 20 سنة تقول 430 وزير ياخي معقول بالعمل في الوحداش العمل في الوحداش 430 وزير بلغبة من عام 56 كان وزير أول هو وزير خارجي وعام 57 شد لقي الجمهورية حتى العام 87 تابد تنحيته استعمل 137 وزير بنع لي 200 وشوية ياخي معقول في 23 سنة في 10 سنة وعندك 430 وزير وانتي تقول الما تدفقه وانتي تقول الكسرة وقرية لبركة وانتي تقول كسرة والقصصينة وانتي تقول وقت استبداد كان وضع خير من طو في الحليب في العظام في الفرينا في الماء في الظاو يزيدوا بالدور وقت طو الدور مع شك يعني يقول يقول وزيدوا أنا كم صغير كان يقول باربعة دور بخمسة دور بسبعة دور هذا الدستور أصبح أم المشاكل أكيد جدا اليوم الغنوشي ما زال يغني ويغني على ليلة ويورور وعصفور ونادر هذين اللي عنده توا مهر مذيوب قال واستدعاو واستدعاو جماعة من العالم مش يعملوا اشتماع تنتي منك فيك قال لك لا منك فيك النواب قال لك يا وردي انتهى فيق يا لاجر فيق لغواء انو عرفتوا الملك العريان عريان حوسوا عريا جماعة ما تعرف فيه في تاريخ تونس تم جماعة معنا جماعة سيدي بلغيس القدش أشيب نهات خرجوا عريا كلهم عريا حوسوا شتق البلد شدهم مختل بيق مش يحكي تحوسوا علي ايه اجل دو نمش يقولوا سيدي بلغيس قالوا يولدي كيفاش درجماتك قلت لهم مخرجوا علي قالوا ليه انا قلت لهم وليدكم ان تكون ان تكون عورات من الذنوب خرجوا علي احنا هاكي قلنا لهم عورات من الذنوب متاع الدستور الدستور ساو خمسين هو هو شنو ريسال دستور ساو خمسين من عدس هتيل وهو أحسر دستور عهد الامان قبله ساو خمسين بلغيبا بدلوا ثمانية مالات وبالعلي بدلوا ثمانية مالات دائرة باكتساب فاصبح الدستور نوع ميناء كما في الحروب تشوف المثال يقول لك يقول لك مدججا بالحديد ومدججا كاري هلكومات ونزاله كما قال عنت انا ولا يقول لك يقول لك مكفرا بالحديد ليسوا ينغميغ ولا ينغميغ للحكم الفردي سوى مع بلقيبا سوى مع ابن علي لكن لغم هذا تولجت مؤسسات دولة منقوصة واستبدادية ما يجد ديمقراطية لكن دولة دولة وطنية قائمة الذات اليوم جاءوا واحد قالوا ويا مش نبدي يد ولاخر مش نينمد ساق ولاخر دالاس متاع اللبسة الحديد متاع المقاتل وناخر للصبات وناخر قالوا أعطي لي سبوع وقالت كاريكوز وقالت كي ما كتمش السوق العفل ترقى كلاب هكاين طايش وحاجة قديمة هكاين بالا وغيره وتحب أن تتسرع منهم مثال كلامة هذه الاشكالية اللي موجودة اليوم يجب أنه قربي أنه هذا الدستور انتهى لكن هل أنه يلزمنا نعمل الدستور آخر يكون يشبه لهذا الدستور خط الدرستين ولا ساعة قبل ما نشوفوا كيفاش باش نرجم نبدله هل باش نمشوا في تعديل للدستور هذية وإلا باش نمشوا لإلغاء تيم وكتابة دستور جديد خاصة أنه تولي يقول لك حتى لينقضوا مثلا دستور 2014 يقول لك زادة في الفترة هذيك كان ثم خاصة فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات وأنا واحدة من ناس كنت صحفية نخدم في التران ووكبت جلسات المجلس معناها وقتها مجلس الوطني تأسيسي كانت عنا معارضة قوية يمكن من أقوى المعارضة اللي عاشتها تونس بعد الثورة كانت في الفترة هذيك مع الأحزاب اللي كانت في المعارضة وخدموا برشة على جوانب ودايفو على برشة معناها قوانين مهمة ومهمة جدا وثم صار صار معناها من أجموش نقولوا أنه كان أسود بالتمام كان ثم نواقص ولكن كانت ثم خدمة كبيرة للمعارضة في الوقت هذيك هل باش نشو هكذا كل وقت كانت في المعارضة أحزاب اليسار الجلسة التأسيسية وقعت فيها حاجة رهيبة ترشح سيمسطر من جعفل وترشحت ضده شهيدة الوطن ألا يرحمها ألا ميا جريب جابت 79 صوت ميا سياسيا تم اختيالها كوجه من وجوه معارضة وكوجه من وزول الحزب الجمهوري يعني الحزب الجمهوري ما خليه ويش تخدم كما ينبغي وهي أمرأة اللي يرحمها ونعمها بألف رجل مش معناها مش منطق رجولي بشو نقوله يعني ذاكرة نونو هي بألف رجل مرأة واحدة نساء وبيلادي نساء ومرأة عندها ما تقوله غير وكان بالحق المسجلس التأسيسي فيه حوارات وفيه نقاشات لكن الخيال في الأخير كان مبلفض فكرة من بعد اللي سمى فيه خاخ أولا عمله تسر رؤساء يعني ما أقول تسر رؤساء بالتجربة اللبنانية سمى رئيس بارك وعنده حق رجم هو لا يقول أنا رئيس الدول ثانيا السلطة التنفيذية قسمناها بنزوس سادسا الأكثر تمثيلية للشعب بالانتخابات وانتخب في انتخابات وطنية لأنه منتعف انتخابات الريئاسية مثلا كان دائلة انتخابية واحدة في تونس في خارج ولو تتعبلي على المستوى والولايات التي تتبش انتخبها وانتخابات تشريعية سمى ستة وثلاثين دائلة سبعة واشرين في تونس وستة في الخارج ولا قدش هكا ولا وهذه يقول لك أنا جايب ثلاثة ملايين صوت كما رئيس والأخر تلعلي ثلاثة ملايين وربعتاش صوت وهذه تفيا ويقول لي ما تمثل حد شيء ما وهذه الاشكالية واكتبها سلافة بن عشور ملا في الإيدان شي يقول لك أنا عندي تتونيش بدونك من كنت من اللينات الليدي ما معاي نشترجع بيهم الذاك الامتاع قال دوغول ستتربوا قال لبريزان لربوبليك أنه ينو ينو قولوا إلى كليزانتام يحضر الفتفين ويحط الورض يحطوها للأموت فهمت ما يجيش واحد مثال يمش يخطب ملاي ويزال كليزانتام لي هز نو الأحمر وهو هز أصف اللي قال لو شبك جايب لي الأصف لأصف فارع أنا فهمت يسر مبالك يامل لذلك دوغول حل البرلمان البرلمان الفرساوي لو من نو 50 تحل 6 7 مرات يحل شي لك عمل فيه يحل البرلمان يحل يحل لا كيف تحل البرلمان يتحل والبرلمان تغير حاجة مقدسة وشري الحاجة مقدسة أبار الكلمة الإلهية أبار كلام مربي شنو المقدس عنه الكل وضعي وبالتالي الوضعي قابل التغيير المشكلة التجربة هذه الديمقراطية واللي كان انت ميا هي الوجه الله يرحمها الوجه أنا شخصيا تعرفت من حتى حزب ومرتين في الديريكت في التلزة قلت لها شوف كانت 3-5 لئاسية أنا مختصف لك نخدم وقلت وكنت نخدم ها ميا لأن هذه مرأة يرحمها ونعمها مرأة وطنية وديمقراطية وبينت هذا من وقت بن علي وعندها مواقف وعندها حضور وليازية وبحبوحة تسكت هذه مسألة أخرى ما حصل في حزب أو في طبقة السياسية أما ما حصل فيما بعد أصبح هذا الدستور يجبنا نقلوه بأنه مش به لكن الآن الخوف من أنه يعودوا حطول قطص شكال جديد لأنه فرنسوية يقول أحسن أكثر الجيوش معرفة بالأمور هي التي منيت بهزائم لأنه منذلة قال أنا 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 من أخسر أنا نربح ولا نتعلم وهذه هي الحقيقة في مسيل أي إمسان مسيلة المهنية مسيلة العائلية في علاقتك مع وردك مع صديق مع حبيبك مع مع شوق عندك أخطاط تتكب بعد ما أشتر عليها وهذه الإنسان يقول لكم دهرم أحنا نقول بالبربري تايح مدوح يعني جلده غليل الإشكالية توا سيراشد الغنوشي ما زال شد في سردية ما زال كلم يقول يا أنا لاني وليت سيدي محرز ولا سيدة المنوبية مش شاهمين الناس وهما نفس بالنواب معاش مقتلعين وثمه نواب قال ديغوتيت لا بشجاعة الخدمة متاعي الأصلية دونك اليوم يجبنا نسيقوا دستور جديد لا يكون قيسيا لا يكون أخوانيا دستور اللي يسوش البلاد لمدة طويلة جدا واستقرار البلدان في استقرار دستينها والمسألة صلاح اختارهم الرئيس رئيس الحكومة وهي شمي شيش والبادي قادي سبسي واخترضنا موصبة كبيرة سيس في الشهد والقلال نقلات يجو معا الشعطاو الشعطاو شوف تونس الأرقام يعني الدولة يعني ما حقت من الاستثمار كان نربع خمسين في ربيع بين 2016 و2020 وقت عملنا احنا تونس ملتقاء تونس 2020 عملنا في نوفمبر 29 وخمسة وخمسين مليون دولار للاستثمار لماذا كل واحد شد سلطة انا ماذا قابلت يسوشيان قاعد هكا انجون بنيمي عام وشد تليفون ويخزل وشد التليفون كان يدائل ومعلي الباجي قالوا انتي ما عندك حس الدولة الباجي كان عنده حس الدولة رغم اللي نهاية متاع ما كان لك حتى كيمات كان هناك وجود شافوا الدولة في مراسم دفن الباجي قاعد السبسي سمى اشكالية كبيرة على المسترون بالتالي الآن تبدل تبنزي الخوة نقول رجاء اما الاستشار رامل فيها رئيس بما كانت اتجاه تمتاح اما المجموعة اللي مش تشرف على السيارة الجديدة راويز نستأنس بتجارب دستول 59 اجابة على سؤال جست ان دمو اللي قلت وانتي قيس سعيد يحب يرجع دستول 59 هو مش قال يقول فيه لكن اصده منثال الانتحاد من عام انتحد عن تنس الشغل يقول انا بالنسبة لي دستول 59 بدله في حاجه وذك اعز حاجه وقايس سعيد رغم اللي يقولوه الكل يحب يكون كبورجيبة على مستوى السلطة ودائر قداش مالا يقول الزعيم قال ويجبر جالك للعبل ويستشر بمقولات لرئيس بورجيبة حول الدستول دستول 59 الان هل احنا في جمهورية ثانية او ثالثة انا نعتبر احنا في جمهورية بيلة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة يزمن جمهورية جدا وقلب هذه الجمهورية يكون دستولا لكن دستولا ليس منبني على موازين القوى سيطرت النهضة عام 2011 سيطرت النهضة عام 2018 و2019 طلع قيس سعيد موش بالشيق سيطرت عام 2040 يعني الامور تتغير يجب ان تاخدوا بعين اعتبار الاعتبارات تطول الاجيال الجاية وفرنسا بعد انستابليتي كبيرة على مستوى الداستيل توافق هالقانون الفرنسوي ما يعرفوش عاملوا 11 و 18 دستور اما اقولوا عاملوا 11 من عام 1992 عاملوا دستور 1958 والذي ظلوا انه دستور قوي جدا وتم حل فيه البرامين خمسة ولا ستة مالات اما وقت دغول اما وقت متيران اما وقت الشراك حل البرلمان لكن لم يعلق الدستور يعني الدستور القاروخ وعنده قابلية للتأقلب مع مختلف التطولات بما فيها الكوابيتاسيون يعني يوصلوا ستبا مو متيران ويحكم وطلع في انتخابات 1981 وعام 86 و 87 حكم معه الشراك ومن بعد كيف كيف حكم الشراك وحكم وطلع معه جوزبان قوة بتاع الستيل للتأقلب مش اللي هذا يحب يحط جمعته وهو كي تجي تشوف تلقي قلاقات متاعه السيد قطب وش اسمه ذاك واحد من جمعة جبال خستورين ولاخل قلاقاته كمبلتما منبتر من الواقع التونسي واحد باشي المودودي واحد يحكي والمختصين سوفيا المفروض انه يكونوا في اللجنة هذي اذا كان بش تتكون لجنة ستدة قانون دستوري ولا لازم تكون الاختصاصات لا هو اختصاصات وتعادلة سمع الستيل القانون الدستوري اكيد جدا ومختلف المدار مش زادة مدرسة بلك ولا جمعت بنيو ويو يقول عدك الحق ثانيا تجيب كذلك مثقفين انا كنهار احكيت على العزيز بلعنشور كنجم نجيب مثقفين ودباء مفاكرين لانهو الدستيل هي سيارة عامة اخي قضية الحريات في موها كان جماعة القانون الدستوري احنا نشوف طوال جماعة القانون الدستوري وين يتصار وين يتقابلوا يبدوا كي كي ينقلوا في بعضهم جماعة الاقتصاد اهم يصن بلو في الحوار المجتمع متعدد البلوريال البلوغاليزم السوسيال البلوغاليتي السوسيال التعدد الاجتماعي يجب ان يفضي الى كتابة الدستور الجديد بتعدد فكرة بتعدد المشارك ومبادئة عامة يعني تذكر انت الدستور حاب يقول لنا فيه المرأة المكاملة للرجل لحد الان الدستور ما نقلناش هي المساوات ولحد الان المرأة ليست مساوية للرجل في الواقع ما زالت معناها هي دون مرأة للرجل لغمني تونس تعتبر متقدمة حتى على دول اوروبية في وضعية المرأة وبالتالي الغلوشي ونهز وشلة جاتي وبلة جاتي ونمشي اللحنينة في بنتي كما قالت مكتنة نمشيوا الى تصويرة اخرى نحب ونعملوا عليها قراءة في الخمسة دقائق اللي ما زالوا سوفياني انو البرح الدولوها برشا ونعرفوا انو الصورة فيها رسالة في القراءة ولا في الاعلام وفي الصحافة التصويرة فقطت نجم تكون مقالة كاملة تصويرة البرح اللي جيت من قصر قرطاج في اللقاء اللي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سيدة نجلة بودن والاهم من هذا الكل هو الميزان العدالة اللي كان موجود على مكتب رئيس الجمهورية واللي ما كانش موجود في اللقاءة السابقة البرح شفناه ثم عبد علقت اللي هو رمز الشعب يريد اللي كان رمز ولا شعار رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية واللي وصلوا الى قصر قرطاج ثم اللي يقول البارح انه ربما اليوم ميزان العدالة هو رسالة رئيس الجمهورية على انه اليوم الاولوية عنده هي القضاء واصلاح القضاء وتحقيق العدالة عامة نرفو مهم جدا قراءة الصورة رهي فيها برشا رسائل سوفيان هي دولة هي صورة كذلك ديما فيها تقوس وفيها نوامي وفيها صور وخاصة الجمهوريات ولا الملكيات يعني الدولة العصرية سوى الملكية سوى الجمهورية الصورة تلعب فيها دول كبير والصورة تلعب دول كبير كذلك في البروبغاندا وفي الاقلع وغير وثمه صور كما لا فوق طرنكيل باريزامل اللي عملوها الميتيران عام واحد وثمانين كان لها شأن كبير الاختيار هو في الانتخابات زود فاليجيز كاللستان انا نظن شو قيسة سعية تقول عليه هل تحب هونسان مثقف هونسان مثقف مثقف يعني الثقافة ثقافات اينا مثال مثقف العلم السياسي في الادب ما عندي ثقافة الطبية بريضمبل الشعر بريضم ما عنديش ثقافة نجمش نحكي ما نجمش نكتب الشعر ما نكتب المسرح نكتب السيناري ونكتب الرواية ما نجمش من اختصاصات شعر خاتيني وإلا سمع معلومات نمشي لطبيب نسألو نمشي الميكانيسيان نسألو لأنه هذك عنده ثقافة كذلك ومختص عنده كذلك هو هو مثقف يعني مثقف وعنده أنا نرى وأنه هو الآن مهووس بقضية العدالة لا جستيس السوسيال مفهوم مش العدل القضاء لا جستيس وهو معناها يقول العدل اهم حاجة اهم حتى يمكن اهم الديموقراطية بنسبة لي ما اكتعرف فيها في الصلم التفاضي بتاع القيام توكي تقول الديموقراطية اي ها اليمن ديموقراطية وقبائل تتعارق قبيلة باركسيك العام وقبيلة لينينية وقبيلة موية والآن قبيلة الحسيين تابعين ايران والاخر والاخرين تابعين امارات والسعودية يعني وتلقى الملوكية مثال ديموقراطية استراحية توفي أوروبا ثم ستة دول ولا سبع دول ملوكية منهم بريطانيا منهم هولندا منهم السويد وغيرو دونك الحرية مثلا جينيريك الحرية ما ترتعبات من الناس وقد وغيرتهم احرارا يعني الحرية ما دم ثم انسان هو حر المبدأ هو الحرية دونك حاجة أرقى انا نرى اللي في الصراع بين العدل وغيرو القيس سعيد الى حد الماء تقليدي في فكره يعني محافظ ما هو شي ابن الفكر الياساني ابن الفكر المحافظ الجمهوري وديور عند العرب تحسوا انه العدل اهم الديمقراطية حتى في الاسلام لانوسيون دو جستيس يقول لك لحظة عدالة من الف سنة تقوى حتى في الاحاديث منصوبة السين صلى الله عليه وسلم وحتى كذلك في الكتابات كيتقلى الموردي في في الاحكام السلطانية كيتقلى فتوح البلدان للبلاظري كيتقلى كتاب الخلال تقرى بفهم العدل وبفهم أساسي انا لا يحب أن يركز أكثر على ضرورة العدل لأنه قيسة سعيد اليوم مشكلته رئيسية هي ثقب العدلة لأنه ثقب ثقب هو لذلو يعني تجب أن يكون عندك باب يوزن 200 كيلو لكن البلوكوس هو أهم حاجة فيه اليوم البلوكوس هو العدلة بمفهوم القضاء وكذلك مفهوم العدل هو مهووس بالعدل الاجتماعي ومهووس بهذا يمكن الحب يعطي سورة هو ساعة ثمان سوال ثنين حتى معنشها في الكنون هذه معنق يا أخي وطفل صغير عنده هكذا الفيرانسيال يبقى العدلة تحقيق العدلة يتطلب كذلك عدلة في التمشي للإنصاط لمن يختلفون معك في سيارة الدستور الجديد لأنه دوغول لو قيسة يدعمل كما دوغول عم ثمين عم ثمين ونحن عم ثمين ونحن 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 لكن دوغول أرسى نظاما بقى هو جمهورية الخامسة الفرنساوية ودوغول عام 1969 يترشح في استفتاء ونحن روح الدار ونحن 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 دوغول ونحن ونحن مرتين موالوج ونحن 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 في موالوج ونحن 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 يتم ونحن ونحن العدل وإنش العدل بين الناس وإذا كان يعمل هذا هو يدخل التاليك من وجه نظر هذا يكون عادل العدل لكن لحد الآن الأمور فيها عديد الزبابيات واضح يعتك سحا نحن وشوي اخر الاخبار وسنونا في ساعتنا الثانية من برايم تايبة